سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم رح نسوي معمول العيد بطريقة بسيطة وسهلة إن شاء الله تجربوها وتعجبكم قبل ما نبدي إذا كانت هاي زيارتكم الأولى للقناة وحبيتوا الفيديو اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد كل المقادير كتبتها في صندوق الوصف نقول بسم الله ونبدي بطريقة العمل أول شي نبدي نسوي هو نحضر الجزء الأول من العجينة طبعا طريقة إعداد العجينة رح تنقسم على مرحلتين المرحلة الأولى رح استخدم هنا كوبيا من السميد الناعم ممكن تستخدمون السميد الخشن لكن أنا استخدم السميد الناعم استخدمت كوبيا مع كوب من الطحين لقياس المكونات استخدمت نفس الكوب لقياس السميد والطحين والدهن استخدموا أي كبعدكم متوفر بالبيت لقياس كل المكونات رح نحتاج أيضا إلى نصف ملعقة الطعام من المحلب طبعا نوع منه نوع المطيبات هو يكون شيء أساسي بعملية اعداد المعمول إذا ما متوفر عدكم تقدرون تستغنون عنه لكن هو شيء كلش طيب نضيفه ويا المعمول ينطيفه دنكها مميزة متوفر عند العطارين رح أضيف أيضا رشة من الملح وكوب من الدهن بعض الناس تستبدل الدهن بالزبد أكو تخبط دهن وزبد حسب رغبتكم رح استخدم آني اليوم فقط الدهن وإلكم أنتوا حرية لاختيار هذه هي المكونات اللي أحتاجها لإعداد الجزء الأول من العجينة إذا رح أبدأ أخبط المكونات مع بعضها رح أبدأ أخلط أول شيء المكونات الجافة ضفة السميد والطحين والمحلب ورشة الملح ورح أخلطها مع بعضها كل المكونات كتبت لكم ياها في صندوق الوصف بالضبط هس رح نتكلم شوية عن الدهن طبعا الدهن رح نخليه في قدر صغير ورح نذوبه لكن ما نوصله لدرجة الغليان ولا نخليه كلش ساخن مجرد أخليه في قدر وأخليه على نار هادئة تقريبا دقيقة مو أكثر من نشوف الدهن بدأ يسخن أو بدأ يذوب عن نص نرفع من النار ونذوب ما تبقى من السمن به الشكل هذا بالحرارة الموجودة بالدهن أو بالسمن إلى أن يذوب عندنا كل الكمية وبعدها رح أضيفها فوق المكونات الجافة وأبدي أعجنها مع بعض طبعا طريقة إعداد المعمول تختلف من شخص لشخص بنقول من مدينة لمدينة هس إذا تفتحون اليوتيوب وتتصفحون الفيديوهات الموجودة مستحيل تلقون فيديوين يتفقون على نفس المقادر ونفس الطريقة كل بيت وكل شخص إليه طريقة الخاصة بإعداد المعمول وأكلها بصراحة طيبة هناش قد عندي أصدقاء عربي يذكروني بهش وصفات طيبة والله كل مرة يجيبوا ليها بنكها مختلفة ومميزة نرجع الوصفة نيه بديت أعجن بهشكل هذا حتى السميد يتشرب كل السمن اللي يخلينا وس رح أعجنها زين وأتركها شقد ما أقدر حتى لو بيتناها لثاني يوم ما عليها شي لازم العجينة تنترك فترة طويلة أقل شي ست ساعات حتى السميد يتشرب الدهن اللي يضفنا فكل ما تنترك العجينة وقت أطول يكون أفضل هسه آن هنا جيت عليها بعد مرور تقريباً 12 ساعة جيت عليها لقيتها صايرة قوية كلش لأن السميد امتص كل السمن أو الدهن اللي يضفناه هسه رح أضيف عليها نصف كوب من الحليب الدافي مع ربع كوب من مي الورد ضروري يكون الحليب دافي مو حار لا شوية دافي حتى يسهل علينا عملية عجن المكونات رح أضيف أيضاً ثلاث ملائق طعام من الشيرة أو القطر شيرة عادية لنسويها بالحلويات كوبين من السكر مع كوب مي عصرة ليمون وحبتين من الهيل تركتها على النار إلى أن بدأ تغلي بعد أنغلت تقريباً 10 دقائق إلى ربع ساعة طفتها وتركتها تبرد وحصلت على الشيرة اللي شفتوها واضفتها ويبقية المكونات يعني شيرة الحلويات العادية بعد أنظفت الحليب ومي الورد والشيرة بديت أعجن بيها به شكل هذا إلى أن رجعت عندي العجينة صارت طرية طبعاً رح يشوفوها صارت كلش طرية هذا شيء كلش عادي رح أعجنها بصورة جيدة وأرجع أتركها لمدة ساعة بعد مرور ساعة رح نجي عليها رح نلقى السميد والطحين تشرب كل السوائل اللي ضفناها وصارت العجينة متماسكة أكثر نصيحة كلش مهمة إعداد المعمول يطلق طولة بال فإذا أنتم مستعجلين تسوون معمول عجينة المعمول تطلب شوية الصبر لازم تنترك يستشوفوا بعد أن تركتها ساعة شوفوا العجينة شون صارت ويانة عبالك طين صناعي متماسكة وحلوة طبعاً سهلة كلش بالشغل فضروري اطولون بالكم وتنتظرون العجينة إلى أن ترتاح سواء مثلاً من ضفنة أو المرحلة السمن فقط تتركوها ساعات طويلة بعدين من نضيف السوائل تتركوها ساعة أخرى حتى تنطون مجال للسميد والطحين يشرب السوائل اللي ضفناها لذلك أكرر النصيحة للحصول على عجينة ناجحة لازم نطول بالنة وننطي للعجينة الوقت اللي تحتاجها حتى يصير رويانة مضبوطة وصلنا هسا للحشوات اليوم رح أستخدم فقط الفستق الأخضر والجوز أو عين الجمل رح أضيف للفستق ملعقة من السكر المطحون أو سكر الفاودر وأيضاً ملعقة من الشيرة أو القطر حتى تخلي عندي الحشوة متماسكة أكثر ويعني تلتصق مع بعضها وبالنسبة لحشوات الجوز رح أضيف عليها كمية قليلة من القرفة أو الدارسين تنطيف الطعم كلش طيب طبعاً إذا حبيتوا تستخدمون حشوة التمر أيضاً تقدرون تخلو لها شوية من الهيل المطحون تطلعوا إياكم كلش طيبة لكن اليوم أنا فقط سويت بالفستق وبالجوز هسا صارت عدنا كل المكونات جاهزة العجينة صارت تمام ومتماثكة وروعة بطناها مجال ترتاح شوية وأيضاً الحشوات جاهزة وهذا القالب طبعاً عندي بس قالب واحد فرح يكون الشكلية نفس القالب أثويها والقالب اللي رح أخلي بيه قطع المعمول خليت بيه ورق زبدة وست رح نبدي إن شاء الله نشكل القطع مع بعضنا رح ناخذ جزء من العجينة وحاولوا يعني أطقيسون العجينة حسب كبرى القالب اللي دا تستخدموا حتى ما تطلعوا إياكم كلش كبار وتطلعوا إياكم النقشة مرتبة وإن شاء الله تكون طريقة التشكيل واضحة تشبه طريقة عمل الكليتشة بالضبط طبعاً بالنسبة للكليتشة العراقية أنا منزلت لكم طريقة عملها بالقناة طريقة كلش طيبة مكونات جداً رائعة أتمنى تجربوها ومتأكد رح تعجبكم رح أخلي لكم رابط طريقة عمل الكليتشة العراقية في صندوق الوصف ومثبت في أول تعليق أتمنى تشوفوها وتجربوها وإن شاء الله تدعو لي طبعاً العيد ميحلة بدون الكليتشة وبدون المعمول لكن أكثر شيء إحنا ببيوتنا العراقية نسوي الكليتشة والمعمول أيضاً يعتبر من حلويات العيد المشهورة إن شاء الله تجربون الاثنين وتحتفلون ويا أحبابكم بألف خير وصحة وسلامة وكل عام وأنتوا بألف خير مقدمة هنسوي السوحدة ثانية بالجوز طبعاً يدعتكم أكثر من قالب أكثر من شكل تقدرون يعني كل نكهة تسووها في قالب شكل حتى تميزون بيناتها لكن إحنا اليوم عدنا بس قالب واحد فرح نسوي المعمول كله نفس الشكل وماكو فرق إن شاء الله أكو حتى يعني تقدرون تسوون المعمول بدون قوالب يعني تستخدمون الإيد وتنقشون أنتوا القطع بإيدكم أو تستخدمون القالب حسب رغبتكم ونكمل بنفس الطريقة ويبقية القطع كملت أول وجبة وهذه المقادير تقريباً تنطيني 40 قطعة من المعمول به القياس هذا القياس الصغير خليت القطع فيه قالب والقالب خليت بيه ورق زبدة ورح أدخله إلى فرن محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 نشوي من الأعلى والأسفل بنفس الوقت لمدة 10 دقائق فقط أكو طبعاً يشوها أكثر من 10 دقائق لمدة ربع ساعة إلى أن قطع المعمول تاخد لون لكن هاي المعلومة مؤكدة أنه إذا قطع المعمول نشوت أكثر من اللزوم رح تيبس وياكم وما رح تبقى هشة لفترة طويلة وأنتوا بعد براحتكم بعد مرور 10 دقائق طلعت القالب من الفرن ورشيت على سطوح قطع المعمول مباشرة كمية من السكر الباودر أو السكر المطحون حتى يلتصق أدنى السكر بقطع المعمول وينطيها هذا الشكل الحلو والنكهة الطيبة طبعاً رح أتركوا القطع تبردوا بمكانها بعدين يلا أخليها في صحن التقديم وإذا شفتوا السكر وياكم ذاب تقدرون يترشون طبقة أخرى من السكر المطحون على سطوح القطع حتى تطلعوا وياكم بهالشكل الحلو هذا بالنسبة لطريقة حفظ المعمول فما يحتاج طبعاً نخليه بالمجمدة أو الثلاجة مجرد نخليه في قلبه محكمة الغطاء وخلوها برا أبد ما عليها شيء لعدة أيام طعمها كلش طيب وهالشي ريحتها تخبل طعم الميورد ويا المكسرات ويا طعم المحلب فالشي روعة إن شاء الله تجربون هاي الطريقة ومتأكدر أحتاج بكم هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم يارب يكون الفيديو عجبكم أذكركم في حال حبيتوا السوون المعمول ويا الكليتشة العراقية فأني منزلة طريقة عمل الكليتشة رح أخلي لكم الرابط مالتها في صندوق الوصف ومثبت في التعليقات طريقة ومقادير خيال إن شاء الله تجربوها وتاكلوها بألف صحة وعافية أشكر متابعتكم عيدكم مبارك مقدماً وكل عام وأنتوا بألف خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر